الموبايل تليفون مثلا كمنتج ممكن اول ما يطلع كلنا نبقى مبسوطين منه مثلا اوي 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 وبعين بعد شوية نحس انه هو ادم ادم شوية يسموها ايه دورة حياة المنتج اي منتج بيطلع في الاول يطلع كده وينجح اوي 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 وبعدين يجيله نقطة معينة يبتدي ينزل فيها وكأن دورة حياة المنتج بتنتهي product life cycle دورة حياة المنتج احنا كمان في رحلة الحياة فأعمرنا في دورات حياة شوف مثلا المشهد ممكن تلاقي اب وام عندهم ثلاث أولاد ولدين وبنت جوزوا الأول والتاني والتالتة وهم رجعين من فرح التالتة وكأن كل حياتهم كانت قيمة على فكرة نجوز العيال وكأن في النقطة دي دورة حياتهم بتنتهي ويقعدوا يستنوا خلاص هنعمل ايه خلاص دورة حياتنا انتهت ولكن زي الشركات اللي بتتعلم ان هي في المنتج اللي ممكن يوصل لنهاية دورة حياته فيبتدي يطلع له بفكرة تانية وكأنه بيزود دورة حياة المنتج الإنسان العائل كمان دايما مع الوقت يفكر هونا ايه اللي عايزة سعاله تاني في رحلة الحياة فكأني بعمل دورة حياة منتج تانية في حياتي كأنها بركة في العمر كأني بزود على عمري أعمار والأعمار بيد الله بنقول كده مجازا فالإنسان يفكر هو أنا دلوقتي في مرحلة حاسس باكتئاب حاسس بتعب حاسس بهروب يمكن يكون دي نقطة دورة حياة اللحظة اللي انت عايش فيها الفكرة اللي انت عايش فيها بتنتهي انتك فكرة تانية اسعى الهدف تاني اكتسب مهارة تانية فكأنك بتعمل دورة حياة تانية فربنا سبحانه وتعالى يديلك بالفكرة دي حياة غنية متعددة متجددة كنس دورة حياة المنتج أو برودكت لايف سايكل اتبه ترجمة نانسي قنقر